من قناة الجزائر الدولية مرحبا أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام إلى هذا اللقاء الخاص ضيفي في هذا اللقاء الخاص سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والأمين العام لللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر مرحبا أهلا وسهلا بكم الله يحييك وسهلا بك استاذ الفاضل مرحبا زيارتكم للجزائر تأتي في إطار اطلاع الشبكة العربية بمهامها في دعم المؤسسات الأعضاء طبعا بالشبكة وتنفيذ برامجها لو تضعنا في نتائج صورة أو نتائج زيارتكم للجزائر طبعا في البداية أحب أن أتوجه بالشكر إلى غناة جزائر الدولية لهذه الاستضافة طبعا كانت النتائج ممتازة جدا قابلنا خلال هذه الزيارة بترأس سعادة الأستاذة مريم بتعبدالله العطية رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية حقوق الإنسان ورئيس اللجنة الوطنية حقوق الإنسان في قطر وأيضا رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية حقوق الإنسان قابلنا في هذه الزيارة رئيس مجلس الأمة وقابلنا أيضا رئيس المحكمة الدستورية وقابلنا رئيس المجلس الشعبي الوطني ووجدنا دعم من رؤساء المحكمة ورؤساء المجالس في تعزيز وحماة الوطنية حقوق الإنسان وذلك بهدف دعم المجلس الوطني حقوق الإنسان في الجزائر وتقديم الدعم لهم من خلال عمل برامج مشتركة بين الشبكة العربية والمجلس الوطني حقوق الإنسان أعقدتم دورة تدريبية لصالح أعضاء وكوادر المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الجزائر أيضا ستبدأ الدورة التدريبية غدا إن شاء الله وعنوان هذه الدورة تأسيسية في إنشاء المؤسسات الوطنية حقوق الإنسان وفق مبادئ باريس هذه طبعا الدورة الفئة المستهدفة فيها أعضاء المجلس الوطني حقوق الإنسان في الجزائر وأيضا المنتسبين وموظفي المجلس الوطني وهناك في شهر تسعة القادم نهاية شهر تسعة دورة أيضا متقدمة ستقام في الجمهورية الجزائرية بالتعاون مع المجلس الوطني حقوق الإنسان الجزائري والمفوضية السامية حقوق الإنسان في جينيف وهذه طبعا دورة إقليمية سيشارك فيها 16 مؤسسة وطنية أعضاء في الشبكة العربية وسيكون عنوان هذه الدورة إعداد المدربين وستكون أيضا في السنة القادمة إن شاء الله فعاليات أخرى ستقيمها الشبكة العربية على المجلس الوطني حسب احتياج المسجس الوطني يعني فيه دورات كثيرة تدريبية في هذا المجال في مجال حقوق الإنسان نعم صحيح ممتاز تضم الشبكة طبعا 16 مؤسسة وطنية حقوقية في 16 بلد عربي هل هناك مسعى لاستكمال ضم مؤسسات حقوق الإنسان من بلدان أخرى بلدان عربية أتحدث طبعا أستاذ الفاضل نحن نسعى دائما لانضمام جميع المؤسسات العربية التي تعمل وفق مبادئ باريس لعام 1993 طبعا آخر دولة انضمت لنا الكويت الديوان المظالم الكويتي انضم إلى الشبكة العربية وإيضا الآن نحن في طور الانتظار إن شاء الله دخول أيضا الهيئة اللبنانية الحقوق الإنسان من ضمن فريق المؤسسات الوطنية لعضاف الشبكة العربية ونحث دائما الدول العربية التي ليست دائها مثلا المؤسسات الوطنية لإنشاء مؤسسات وطنية تتبع مبادئ باريس مستقلة ماليا وإداريا نعم كيف يتكامل دور المؤسسة مع باقي إذا تحدثنا إقليميا المؤسسات الإقليمية في خدمة العمل العربي المشترك وهذا مهم جدا طبعا ما يخفى عليك أن الهدف والعمل في إطار واحد وفي مسار واحد فهذا التعاون بيننا وبين المؤسسات الإقليمية يتم تبادل الخبرات بيننا وبينهم وبحث القضايا المشتركة وبحث الحل لها عن طريق التعاون المشترك بين هذه الدول هذا في المجال الإقليمي مجال الدولي هل فيه توسيع هل فيه عمل مشترك بين الشبكة وباقي المنظمات الدولية الكبرى طبعا هناك عمل مشترك بين الشبكة العربية والمفوضية السامية حق الإنسان في جنيف وإيضا هناك تعاون وإقامة دورات ندوات أيضا في الجمعية العامة الجمعية المتحدة في نيويورك وإيقامة دورات في مجلس حق الإنسان في جنيف فهناك تعاون مستمر بين الشبكة العربية والمنظمات الدولية أيضا من القضايا المهمة جدا والقضايا التي مرتبطة أساسا بحقوق الإنسان القضية الفلسطينية هذا من اهتمام أو في صلب اهتمام الجزائر وقطر أيضا حقوق الإنسان والقضية الفلسطينية والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان القضية الفلسطينية منذ ست سنوات كان هناك اجتماع الجمعية العامة للشبكة العربية وأدرج من ضمن جدول أعمال الشبكة العربية في ذلك الوقت أن تكون القضية الفلسطينية هي القضية الجوهرية في ذلك الوقت ومن ذلك الوقت بدأت الشبكة العربية تتوجه إلى دعم الهيئة الفلسطينية المستقلة حق الإنسان في فلسطين وذلك من خلال دعمها أيضا بإقامة ندوات دولية وإقليمية تخصر قضية الفلسطينية وأيضا خلال الفترات السنوات هذه طلعت عشرات من البيانات تندد الاحتلال الإسرائيلي الغاشم وقمنا بإرسال هذه البيانات إلى الجمعية الممتحدة وإرسالها أيضا إلى البرلمان الأوروبي وإلى الاتحاد الأوروبي وإلى المفوضية السامية حق الإنسان أيضا هذه الآليات فقط لإيصال صوت المقهور الفلسطيني للعالم نعم أيضا قامت الشبكة العربية بإصدار منشورات توضح القضية الفلسطينية باللغة العربية والإنجليزية وتوزيعها من فترة إلى أخرى طبعا باعتباركم تشغلون في ذات الوقت منصب الأمين العام لللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر الشقيقة إذا تحدثنا عن دور اللجنة في الإصلاحات التشريعية الخاصة بالعمالة الوافدة لدولة قطر بدأت اللجنة طبعا من سنوات سابقة بتوصية للدولة بإصلاح بعض الغوانين والتشريعات خاصة موضوع إلغاء الكفالة وإلغاء مادونية الخروجية للعمالة وأيضا الحد الأدنى للأجور والرواتب وفعلا هناك تجاوب كبير من الحكومة وتم عمل الإصلاحات اللازمة بخصوص هذه القوانين وأيضا تم إنشاء لجنة لفضل منازعات العمالية أن تعرف لما هذه القضايا تدخل إلى المحاكم تأخذ إلى فترة طويلة جدا سنوات فالعامل البسيط هذا لا يستطيع أن يستمر فترة طويلة لمتابعة هذه القضية فأنشأت لجنة لفضل منازعات تختص في قضايا العمال فقط وتقوم بإصدار الحكم في فترة تتجاوز ثلاث أسابيع فقط أيضا تقوم اللجنة الوطنية حول الإنسان في قطر بالتعاون مع عدد 32 مكتب للمحاماة في دولة قطر تقوم هذه المكاتب بتوفير محامي للقضايا التي تحتاج إلى وجود محامي لرفع القضية أنت تعرف أن التكلفة كبيرة جدا إذا أردت أن تضع محامي فهؤلاء الأمان المكاتب تقدم بدون أي مقابل مادي وتقوم باستلام هذه القضايا إلى أن تنتهي أيضا قامت اللجنة الوطنية حول الإنسان في دولة قطر بفتح مكاتب للجاليات في مقر اللجنة أيضا للجاليات المتواجدة في الدولة بشكل مثل الجالية الهندية والبنية والنيبالية والسرلانكية والجالية الأفريقية وهذه المكاتب أيضا تقوم بتقديم تكون جسر التعاون بين اللجنة الوطنية للإنسان وهذه الجالية وتقوم أيضا بتسهيل قدوم هؤلاء المشتكين وإصال حقهم بأسرع وقت ممكن نبقى في دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر طبعا دوركم في التوعية والتثقيف قبل مونديال قطر 2022 وبعد المونديال طبعا طبعا هناك لجنة مشتركة شكلت بين اللجنة الوطنية للإنسان ولجنة المشاريع والأرض والفيفا هذه اللجنة تقوم بإعداد وتدريب المتطوعين الذين سيقومون في العمل قبل المونديال وأثناء المونديال أيضا قامت هذه اللجنة بوضع آلية إلكترونية لاستقبال الشكاوي وإعداد فريق عمل يكون متواجد في البطولة وأيضا في مكاتب أخرى تقوم باستقبال الشكاوي فأي انتهاكات تكون متواجدة خلال البطولة والاهتمام أيضا بالفهاءة الأولى بالرعاية عند كبار السن والأطفال والنساء والمعاقين وسهولة وصولهم إلى الملاعب أثناء بطولة كاس العالم أيضا اللجنة الوطيحة للإنسان رأت أن تقوم بعمل آخر مختلف قمنا ندوات ودورات تدريبية أيضا في المنتسبية مطار حمد الدولي وحضرنا شركة كبيرة جدا لتقوم بالتدريب في استقبال المشجعين أثناء كاس العالم وإقامة سلسلة من الدورات تقريبا ثلاث دورات أربع دورات بدأنا في دورة والآن أسبوع القادم هناك دورة والشهر القادمة للقادمة في دورتين أيضا بدأنا بعمل لوحات فنية تعكس وتربط حق الإنسان ومنذيال كاس العالم 2020 في قطر ومن خلال لوحات فنية توصل رسالة اللي هو عدم التمييز والمساواة في الملعب وقمنا طبعا المعرض هذا في جنيف في مقر الممتحدة مجلس حق الإنسان أخذ هذا المعرض مدة أسبوع ولاقى إقبال كبير جدا فأوصلنا الرسائل هذه عن طريق يعني هذا الشراح والتنفيذ من قبلكم؟ من قبلنا نعم أيضا الآن سنقوم أيضا بعرض هذه اللوحات الفنية المختصة بحق الإنسان ومنذيال كاس العالم في مطار حمد الدولي وأثناء انعقاد الجمعية العامة للممتحدة في نيويورك خلال الفترة من 19 إلى 23 سينتقل هذا المعرض إلى نيويورك وسيكون إن شاء الله هناك موجود وهذا طبعا إن شاء الله بيعكس رسالة كبيرة جدا للناس اللي إن شاء الله سيحضرون إلى كاس العالم كسؤال نختم به هذا اللقاء الخاص إذا تحدثنا عن مستقبل أو أهداف الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول العربية بين الدولتين تحديدا الجزائر وقطر طبعا الهدف الرئيسي للشبكة العربية بخصوص المجلس الوطني حقوق الإنسان هو دعم هذه المؤسسة التي لديها طبعا كادر قوي جدا وتعمل للأمانة بشكل حيادي وعندها استغلالية مالية وإدارية ولها نشاطات مشتركة مع الشبكة العربية في عام 2007 استضافت الجمهورية الجزائرية عن طريق المجلس الوطني حقوق الإنسان اجتماع للمؤسسات الوطنية حقوق الإنسان في الجزائر وفي ذلك الوقت لم تنشأ الشبكة العربية استبقت إنشاء الشبكة العربية في عام 2011 جاء إعلان إنشاء الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية حقوق الإنسان في مؤتمر المؤسسة العربية في نواكشوت وكان هناك دعم كبير جدا من اللجنة الوطنية أو المجلس الوطني حقوق الإنسان الجزائري في إنشاء هذه الشبكة العربية ولدينا هدف أيضا أن تكون هذه المؤسسات الوطنية جميعها على التصنيف ألف التصنيف ألف هو تصنيف تصنف من قبل لجنة الاعتماد الدولية التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية والإنسان الجزائر الآن على التصنيف به طبعا نحن نتفائل كثيرا إن شاء الله بدعم من المسؤولين الذي قبلناهم من الجهات السيادية في الجمهورية الجزائرية وهم فعلا ناس أبدوا استعدادهم لدعم هذه المؤسسة ودعم حقوق الإنسان في الجزائر لتقديم الملف للجة الاعتماد في الاجتماعات القادمة وحصول المجلس الوطني حقوق الإنسان على الفئة ألف في حال حصول المجلس الوطني على قريد A يكون لهم الحق في المشاركة في مجلس حقوق الإنسان وعطاها كلمة لهم لمدة خمس دقائق و أيضا عند حصولها على قريد A يكون لها حق أن تكون التصويت في اجتماعات التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية حقوق الإنسان و أيضا عند حصولها على قريد A يكون لها الحق أن تترأس بعض اللجان الدولية فالهدف الرئيسي من الشبكة العربية أن تكون المؤسسات العربية كلها تصنف على قريد A نقوم من خلال زيارات للمؤسسات العربية في مختلف الدول العربية ومراجعة القوانين إنشاء هذه المؤسسات وإعطاء الملاحظات بما يتوافق مع مبادئ باريس أيضا إقامة دورات تدريبية في الدول العربية المختلفة لا نركز مثلا على دولة فقط لا نخلي مثلا كل فترة الدولة تكون في دولة عربية معينة ونقوم من خلال هذه الدورات ببناء قدرات الكادر العامل في هذه المؤسسات منتز أشكرك جزيلا أشكر سعادة سيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العامل للشبكة العربية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والأمين العامل للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر شكرا جزيلا لك أمرة الثانية على الحضور وعلى كل التفاصيل التي قدمتها أعطيك الصحة شكرا جزيلا ألافو مشاهدين الكرام بهذا نصل إلى ختام هذا اللقاء الخاص السلام عليكم